ازايكم عامليني النهاردة انا عرف ازاي نعمل سوفت وير لموبايل اتش تي سي دوزارة 820 وطبعا زي ما توم شايفين كده الموبايل كان شغال وقابل الرسالة دين من زي ما تعطل بس فهنقفله الاول ونفتحه يمكن مشكلات اتحال يعني كده افدنا الموبايل هنفتحه تاني مش هيرضي يشتغل هيفضل معلق على كده زي ما انتم شايفين هافضل نتثابت على كلمة اتش تي سي بس بس قبل ما تعمل سوفت وير الاول انصحك يعني انك تعمل قعدة ضبط مصنع ممكن تكون المشكلة بسيطة مثلا مش محتاجة سوفت بس لو عملت عدد ضبط مصنع وظهرت معاك تاني يبقى لازم سوفت بس فدلوقتي هنعرف ازاي نعمل سوفت ليه بدل ما تودي لمحل الصيونة مثلا ويضحك عليك ويقولك المشكلة في الرمات والمشكلة مش هتكون في الرمات ولا حاجة وياخد منك 200 جنيه 300 جنيه نفس اللي حصل معاك يعني كان محتاج سوفت وقال لي رمات وكده بس ودي ملفات التعريف كلها وانا مش حطيت لينك علي يوتيوب انا حطيت راكم الواتس بتاعي في اخر الفيديو عشان اللي عاوز التعريفات وكده عشان الحق فانا هبعتها له يكلمنا ع الواتس وانا هبعتها له والملفات كلها الفلدرق كلها اصلية يعني وده ملف التعريف ايه ملف الروم وده الاس بي فلاش اللي هو البرنامج لازم تعمل لو سي طبعا عندك اللي هو الفلاش دول وهنفتح البرنامج طبعا لازم تحمل الروم انا كنت محمله قبل كده لو هتحمله هتحمله من فلدر التاني ده اوه هوريك انا ملف الروم دلوقتي ايوا اللي هو الامتي ستة خمسة ساعة اثنين ده ملف الروم بس فهنا عرف ازاي نعمل آآ صوفت والمفروض يكون النت عندك سريع ولو عاوز هنا لو عاوز مسلا تعمل داونلود للسوفت نفسه على الحاجات الاديمة عادي بس انا ننصحك انك تعمل فورمات للموبايل كله تحمله على النظافة يعني بس وبعد كده اعمل داونلود هنوصل موبايل وبعد كده هنضغط على زر البار مع اللي بيوطي الصوت عشان يلقطك ايوة كده اللي هو الخط اللي احمر دا يبقى كده الموبايل اتعرف على البرنامج هنسيبه بقى خلص لحد ما يخلص مع نفسه يعني بتعملش اي حاجة خلص هو بيعدي تحت هو كده بيعمل داونلود ينزل السوفت نفسه انا اختصرت طبعا في الفيديو عشان حد من الفيديو بس افن قسيبه خلص من فعله اشانه خلص مع نفسه واردع لك بعد ما خلص اشتركوا في القناة 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 كده تمام هل ده النود اوكيبه كده الصفت خلص شيل الموبايل بقى و هنفتحه نشغل موبايل هو هاخده وقت يفتح منك مثلا هدربتها كده الحد يفتح و انت تسيبه و ما تفقلش و تفتح فيه سيبه خالص لحد ما يفتح و زي ما قلت طبعا ده عزن من الفولدراب بتاع ده الصف كل حاجة ملكفات التعريف و الروم و البرنامج هيكلمني على الواطس انا سيبه في اخر الفيديو هيكلمني عليه و هبقى تقوله هبقى تقوله مضغوط و هبقى تفق الضغط بس كده الموبايل فتح و ده الوجه بقى و ده وجهة الموبايل بعد الصفت بس كده تمام شبه